اصدر مؤتمر حركة رشاد المنعقد في الرابع عشر ربيع الاول للعام الفٍ واربعمائةٍ وسبعةٍ وثلاثين هجرية الموافق للسادس والعشرين من ديسمبر للعام الفين وخمسة عشر ميلادية بيانه الختامي وفيما يلي نصه تمر الجزائر بمرحلةٍ حرجة وبأوضاعٍ صعبةٍ تهدد كيان الدولة والمجتمع تهديداً وجودياً فعلى الصعيد السياسي تعيش البلاد حالةً من تفكك الدولة يتسارع في العهدة الرئاسية الرابعة وشلل مؤسسة الرئاسة المزمن بسبب مرض عبدالعزيز بوتفليق المتفاقم وصراع الأجنحة في أعلى هرم السلطة مع بروزٍ واضحٍ لجماعاتٍ من أصحاب المال يتزايد نفوذها بالطرادٍ وتصب إلى الاستحواذ على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومقدرات البلاد يتزامن كل ذلك مع تآكلٍ خطيرٍ للسيادة الوطنية وتزايدٍ للتدخلات الأجنبية السافرة في حين تتسم المعارضة بعدم الفعالية وعدم تحمل مسؤولياتها والفشل في الارتقاء إلى تطلعات المواطنين إلى تغييرٍ عميقٍ لطبيعة النظام أما على الصعيد الاقتصادي فإن البلاد تشهد بوادر انهيار الاقتصاد الربعي مع انخفاض أسعار النفط ومنها اصدر قانون المالية للعام الفين وستة عشر الذي سيؤدي إلى ارتفاعٍ للأسعار وتدهورٍ شديدٍ للخدمات الأساسية المتهالكة أصلاً وعلى الصعيد الاجتماعي برزت على الساحة الجزائرية توتراتٌ مجتمعيةٌ تهدد اللحمة الوطنية شبيهةٌ بالاستقطابات التي تشهدها دول المنطقة والتي تتفاقم بفعل قوىً تعارض الانعتاق السياسي لشعوبنا وقد قامت هذه القوى المدعومة من أطرافٍ إقليمية ودولية تشعر بالتهديد من أفق ديمقراطياتٍ حقيقية في العالم العربي بإيقاف الزخم التحرري العظيم الذي بشرت به انتفاضات الشعوب ضد أنظمة الاستبداد والفساد وبإغراق المنطقة في تصعيدٍ قمعيٍ ساعد على انتشار وازدياد شدة العنف بكل أشكاله كإرهاب الدول وإرهاب الميليشيات والجماعات والتوترات بين الدول في هذا الوضع بالغ الحساسية انعقد مؤتمر حركة رشاد بتاريخ الربع عشر من ربيع الأول للعام سبعةٍ وثلاثين واربعمائةٍ وألف هجرية الموافق للسادس والعشرين من ديسمبر للعام الفين وخمسة عشر ميلادية تحت شعار معاً من أجل التغيير الراشد وحضر المؤتمر أعضاء المجلس الوطني وممثلون عن مكاتب الحركة في الجزائر وخارج الوطن وقد ناقش المؤتمر لوضع سياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد وكذا المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الجزائر كما قام المؤتمر بتقييم المرحلة السابقة من نشاط الحركة منذ تأسيسها في إبريل عام الفين وسبعة وبمناقشة الوضع التنظيمي للحركة وكذا بتعيين ميثاق الحركة ونصوصها الأساسية وانتخاب أعضاء أمانتها للعهدة القادمة إن مؤتمر حركة رشاد يدعو الشعب الجزائري بمختلف قواه وعلى رأسها القوى السياسية المخلصة إلى العمل المشترك من أجل تجنيب الجزائر الوقوع في الفوضى ولأحداث تغيير جذري لا عنفي يمكن من إقامة دولة القانون والحكم الرشيد انتهى نص البيان